النهاردة الموزيع هو بيتكلم في الماتش في التلفزيون قال كلمتين مهمين جدا يخلوا فرقة الزمالك تتجدد الدقافي عقصبا عنه هي هي ان انت عندك سوبر مصري بين أربع فرق الزمالك كده كده هيدعى لي صح عشان الشعبية انما كمان لما تاخد الثالث ما بقاش انت رايح مجاملة فاسعى اخد الثالث مش رايح وبعدين اسم الزمالك انا قطرق السيد اعرف قيمته كويس قوي اعرف قيمته ازاي يا كريم لما تكون انت نادي الزمالك وتبقى بره المربع الزهب في سنة تبقى مشكلة مشكلة كبيرة احنا كنا يعني احنا تعرضنا لده بين 2005 و2006 حاجة زي كده كان هجرالنا حاجة وكانت فترة تغيير جلد وتغيير حدا كبير جدا والمنافسة صعبة بس انت مش عايز تبقى في الصواة متأخرة على اقل تبقى على اقل موجود في المربع الزهب ده يعني ده اقل حقوق الجمهور صحيح اقل حقوق الجمهور هتقول لي ما عنديش لعيبة يا جماعة الكلام ده مش موجود في الحياة لا جيزفالدو فريرا عمل تيم خد دوري عام من مجموعة كانت لسه طالعة فالمدرب هو اللي بيصنع المدرب هو اللي بيعمل وتقدر تعمل وتصنع وتخلق دوافع بشغلك وبعدائك مع لعبتك انك متش عارف تعمل دوافع دي مشكلة كبيرة جدا دي ممكن تكون انت مش قادر توصل لدماغ اللعيبة طب انا هسألك سؤال تادي على ذكر موسم 2005 ممكن المدرب ما يكونش عارف يطلع دوافع من اللعيبة ودي مفروض فيه لعيبة كتير لعيبة كبيرة مش من المفترض ان هو يكون عندهم الدوافع اللي هي الخاصة بي انه انا نجمع اصلا لعيب كبير الدافع بتاع ان انا بلعب في نادي الزمالك الدافع بتاع ان جمهور الزمالك ما يزعلش وجمهور الزمالك لان انا اشت بيه كثيرا الجمهور الزمالك موجود في كل المباراة حتى المباراة اللي مفروض الدوري خلص يعني فانا المفروض كل دي دوافع عندي دوافع لواحده قديك انت بتقول اهو امش محتاج مدرب امش محتاج مدرب يديني دوافع اما لو هو مش هو اللي بيقول اهو انت الوقت بيترد عليه صح انت كده بترد عليه ليه هل انت كمدير فني مع اللعيبة دي مع الجمهور ده مع مكانة النادي واسم النادي مش قادر تخلق دوافع للعيبة طب حلوة اوي اللعيبة كبار النهاردة عودتش كبالة وجود عبدالله السعيد عبدالله السعيد نزل للشوت التالي كان بلدية ولا اللي قابليه البلدية البلدية نزل للشوت التالي عبدالله السعيد بيجري كأنه شاب في العشرين سنة عنده دوافع كبيرة جدا لانا عبدالله السعيد وانا انا عايز اقول لجمهوري الزمالك انا صفقة كنت مفيدة لنازل الزمالك يبقى هنا الدوافع موجودة عند بعض الناس ازاي تعرف تجمحها ازاي تعرف تخلقها جوالعيب يعني الدوافع يا جماعة مين اللي قال ان انا ما عنديش دوافع ان انا ناضي جمهوري انا خارج بموسم واخد بطول الكنفدرالية وجمهوري بيجي لي كل حد صح لا وبي انا في المباراة اللي فاتت اقعدت اقول هو ايه الجمهور ده يعني اللي هو انا في الهيتي خلاص برر منافسة تماما مش بينافس على مركز افريقيا عشان خلاص صعد للكنفدرالية مفيش اي دقاء الجمهور نفسه يعني لو احنا بقى بنتكلم عن اللعيب والمدالب ما عندهمش دوافع فالجمهور اولى اللي بيقيتها تذكرة وبيجي الاستاذ دوت يقولك انا ما عنديش دافع انا كمان لا هو بقى بالكلام ده الكلام ده يعني انا هقول لك الحاجة هو الزمالك النهاردة مش كسب حتى لو اداء مش احسن حاجة صحيح الناس مش مبسوطة الناس مبسوطة ان الزمالك كسب صح وقرب صح انت عندك مشكلة